ايه تاني مش لازم نعملوا قدام اطفالنا حاجة شهيرة جدا وكتير مننا بيعملوها بعفوية الحقيقة للأسف قدام الاطفال قدام اطفالهم يعني ومش بيكونوا مدركين قد ايه التصرف ده خطأ التصرف ده هو السخرية من الاخرين امام اطفالنا ان احنا نصخر من حد او نتريق على حد سواء بقى كان موجود وهو طرف ضعيف ما يملكش الرد علينا يعني او انه كان طرف غائب المهم ان احنا نصخر من حد امام الاطفال نصخر من قريب لنا نصخر من حد معرفة نصخر من حد في الجيران نصخر من حد في المعارف نصخر من حد بيوصل لنا طلبات السخرية من حد امام الاطفال ارجوكم بلاش تصخروا او يعني عشان اذا كانت الكلمة صحة بلاش تترياؤوا على حد امام الطفل ومرة تانية بلاش تترياؤوا على حد اصلا بلاش نعمل كده قدام الاطفال لأن ده هيخلي الطفل يقتنع إن ده تصرف مقبول الطفل بيقلدنا بلا وعي فبعد فترة قصيرة قوي هتلاقوا الطفل ده تقمص شخصية المتنمر وابتدى يمارس هو هذه التصرفات بين زملائه أو حتى في محيطه العائلي بشكل روتيني بشكل هو ما بيبقاش مدرك حتى أنه بيعمله هو بيبقى يبقى جزء من الحوار فيقوم يعمل كده أنا أقول زي بابا أقول زي ماما أقول زي ما هم بيقولوا أتريق على حد صاحبي أتريق على مدرس أتريق على بياع وطبعا ده غير يعني ده غير أنه هيعرضوا للانتقاد هيعرض الطفل للانتقاد وأكيد للعقاب في كتير جدا من الأحيان فكمان هيخلي الطفل ده مكروه اجتماعيا اللي بيتريقوا عن الناس يا جماعة مش ناس جريئة اللي بيتريقوا عن الناس مش ناس دمهم خفيف اللي بيتريقوا على الناس مش ولاد نكتة أعتقد آن الأوان أننا نتعامل مع النمازج اللي زي دي بكل رفض ونحطهم في المكانة المحدودة اللي هم يستحقوها بسبب تصرفاته ترجمة نانسي قنقر